صباح الخير زيكم عاملين ايه وارجعت لكم باكلة جديدة من بيت الايلة واكلات نرمين هي مش اكلة انا هالنهاردة عامل معاكم البصل البودر كلنا عارفينه ما نستغناش عنه في اكلنا خالص انا معايا البصل اللي هو الصعيدي ده البصل الابيض مش البصل الاحمر البلدي مشان تعملي توم بودر لازم البصل اللي هو ده اي نوع بصل تاني لأ وهو ده قوان وتلاقيه موجود في السوق كتير فيه التلاتة بعشرة وفيه الاربع عشر جنيه ورخيص بتجيبيه تقطعي زي ما انت شفتي كده وتبتدي وتشتفيه كويس قوي وبعد كده تغدي تقطعي بقى ايه حلقات رفاية على قد ما تقدري بصي يعني رقائي بقى على قد ما تقدري هقطع كمية انا جايبة معايا جايبة تلاتة كيلو لان انا بحب التوم البودر جدا بحب احطه في قصدي اسفر البصل البودر جدا بحب احطه في اي اكلة عايز اقول لك ريحته احلى من اللي انت بتشتريه من الشرع اللي هو البصل البودر المعلقة من البصل اللي انت بتعمليه في البيت ده بميت معلقة من اللي انت بتشتريه من الشرع ريحة عايزة اقول لك قلب البيت بجد الريحة تحفة زي ما انت شفتي كده انا قطعته حلقات رفاية على قد ما قدرت والفرن بقى تقيدي الفرن بتاعك يسخن قوي وبعد كده بقى هتوطي الفرن على اقل درجة حرارة عندك شوفي بقى اقل درجة حرارة عندك ايه وتسيبي بقى ياخدلي في الفرن يعني من بتاع انا تلاتة كيلو طبعا عملتهم على كزا مرة عشان مش هينفع املى الصاج قوي صواني زي كده المونيا عندك وتقوم ولا تدهيني زيت الصينية ولا تحطي بصي الارمشة بصو ارمشة جمدة جدا ولا بقى تدهيني زيت ولا تحطي ورق زبدة ولا ليقلك لأ حطي ملح وسبيه صفي ميته البصل ولا اي حاجة من ده كله بصي ما ارمش وعمل معك ازاي تحفة جميل بجد النتيجة حلوة جربيه مش هتندمي لو قال انا هاتي كيلو جربيه تحفة 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 انا نفسي عجبني الريحة بتاعته بشعة جميلة اوي ريحة قوية انا بعد ما خلصت انا مخلصتوش كله طبعا لسه بقيتو في الفرن بس قلت يعني عشان مطوا يعني انجز في الوقت يعني عشان شوف بقى بعد كده اللي وراي ايه في البيت انا خدت طبعا اول صاجين طلعو بس سبتو يبرد خالص يعني يبرد تماما هتجيب المطحنة بتاعت الخلاط بتاعتك وتبتدي بقى تطحني زي ما انت شايفة كده حبا خشن خلاص حبا ناعم زي ما انا عملت كده هتجيبي مصفى وتعديه على المصفى انا بحبه ناعم عشان كده عديته على المصفى انت حبا خشن سيبيه خشن او مبقاش خشن يعني ده حاجات لا تذكر اللي فيه يعني بس انا بحبه ناعم قوي عشان منين ماجي حطه في حاجة ما يبانش عايز اقولك يعني لا غنى في البيت عن البصل البدرة والتوم البدرة البصل البدرة احنا ممكن نجيب بطرمان صغرنا نقدي كده غالي وياريته غالي وبس بقى لا مالوش ريحة زي ده ده ريحته جميلة عايز اقولك ريحة مفحفاحة وقلب البيت كله ريحت بصل بقينا وكلنا لحتنا بصل بصوا عامل ازاي بجد طحفة ولازم البصل اللي انا بقولك عنه اللي هي البصل البيضة ده البصل البيضة دي ما ينفعش تجيبي اللي هي البصلة البلدي اللي هو الاحمر لأ لازم البصل السعيدي اللي هو الابيض ده وترقائي على قد ما تقدري واسيبك بقى لو حد قالك لا رشي عليه ملحي وسيبيه شوية لا مش عارف عاملي ايه جربي الطريقة اللي انا بقولك عليها دي مش هتندمي تحفة بصوا عامل ازاي توم بودرة ده ولا مش توم بودرة اه اه ايه ايه معلام عياتهم بصل بودرة ده ولا مش بصل بودرة تحفة انا طبعا ما عنديش بطرمان فهدطر رحطه في كيس مؤقتا لحد ما بقرأ اشتريه انزل سويا انا اجيب برطمان احطه فيه تحفة جميل يقعد بقى معاك من السنة للسنة تشتريش من الشرع خالص بصوا شكله عامل ازاي تحفة بجد جربوه وده كده عملنا عملت معاكم النهاردة البصل البودرة انتظروني في التوم البودرة اشوفكم في فيديو جديد من بيت الليلة او اكلات نرمين ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب اذا اومر اتفرجوا على قناة بيت الليلة او اكلات نرمين ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد وباي باي اشتركوا في القناة علشان